أولاً هو لم يلوح بل أعلن أنه سيشن هجوم على أعلن من باب التلوية طبعاً بالأول شيء خلينا نسبت أنه إيران وروسيا يرفضوا رفضاً قاطعاً أي عملية عسكرية تركية داخل سوريا وتطل أراضي السورية وهذا ما أبلغه وقاله الإمام الخامنئي إلى رئيس رجل طيب أردوغان ورئيس بوتن أيضاً يعني كان في اتفاق إيراني روسي حول موضوع الرؤية إلى مشهدية كان بيعرف طيب أردوغان أنه لن ينال هذا الضوء الأخطار كان رافع الصعف للتفاوض شو بده أردوغان مقابل هذا الأمر المطلوب الذي يريده أردوغان هو إيجاد حل لموضوع الأكراد الأكراد هي الورقة التي تلعب بها الولايات المتحدة الأمريكية لابتزاز تركيا من جهة والابتزاز سوريا والروسيا شو بيقدروا يضمنوا له الإيرانيين والروس بهذا الملافق حلا مش موضوع ضمانات الموضوع أنه ممكن يوصلوا إلى حلول وسط وهذا تم إيحاءه والإشارة إليه في كلام الإمام الخامنائي أنه لا يمكن حل هذا الموضوع إلا بالحوار عسكرياً ممكن حلوا بالعسكرياً لأن حلوا عسكرياً سيقلب المنطقة وسيخدم الأمريكيين والإرهابيين من جهة أخرى وبالتالي إيران لن تسمح باستباحة الأرض السورية بهذا الشكل وكمان أبلغوا نفس الكلام الرئيسي بوتين يعني شو الحل؟ الحل هو إيجاد مخرج لموضوع الأكراد في تلك المنطقة نقلهم إلى مكان آخر أو إيجاد حل بديل يضمن أو يبدد القلق التركي من هذه الحدود في مقابل تراجع الأتراك إلى حدود تركيا ومش تبقى الأراضي شمال سوريا موجودة معهم لأنه كمان في أراضي تصل إلى 20 أو 25% هي مازالت تحت الاحتلال التركي في لواء اسكندرون آخر شمال حلو كما وصفها الرئيس الأسد أنه هذا احتلال وبالتالي إيران وروسيا يستطيعان رعاية حوار واضح مع الدولة السورية بين الدولة السورية والتركيا لإيجاد حل هذا الموضوع سبق وصار شيء من هالنوعين هذا ليس جديد هو استكمال لمسار أستانع لا لا غير مضار مسار أستانع من فترة كان وزير الخارجية الإيراني في سوريا أعتقد الأحد الماضي كان في سوريا وطار من دمشق إلى أنقرة وكان ضمن هذا الإطار واليوم كمان لا يستطيع أن يمر مرور الكرام وجود وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل مقداد في طهران بالتزامن مع وجود قمة دولية بهذا الحجم لو لا أن الطبق الرئيسي سوريا هو طبق جاهز للحل والحوار لا أعتقد أنه يذهب إلى طهران بظل هذه المزاحمة الموجودة لو لا أن سوريا هي الطبق الرئيسي وتعتبرها إيران وروسيا استقرارها في المنطقة هو استقرار للمنطقة بشكل كامل وعافيتها هي عافية للمنطقة بشكل كامل لذلك أعتقد وجود الدكتور فيصل مقداد هو وجود أساسي في هذا العنوان رح كافة بالموضوع السوري خلنا نقسم الشاشة نشوف لقطات من عملية إطلاق حملة صيف 2022 برعاية وزير السياحة ورئيس الحكومة رح نشوف هذه المشاهد وبانتظار إذا فيك كلمة لدولة الرئيس طبعا رح ننقلها مباشرة جيد هذه المبادرة إذا كان في عنا كهرباء وعنا نفط وعنا غاز بكل حالاتها جيدة بحاجة نحن لشوي نطلع من هالأجواء بلدنا حلو كتير طبعا وبلدنا غني كتير غني كتير نعرف نستعمل ومستثمر موارده ولكن علينا أن نحافظ على هذا الجمال وبلدنا غني وعلينا أن نحافظ على هذا الغناء وبالتالي كيف نحافظ علي عندما نمتلك القوة وسيادة القرار ونستطيع أن ننتزع حقنا مش نستجدي حقنا برمى ودورة وقررزة مثل ما هو يبدو على أي حال طبعا مثل ما قلنا إذا في كلمة لدولة الرئيس أكيد رح ننقلها مباشر خلينا نروح أعمق بموضوع السوري الموضوع السوري مثل ما قلنا تقاطع مصالح هناك القمة الثلاثية هي تقاطع مصالح بالملف السوري إيراني الإيراني موجود الروسي موجود تركي موجود وطامع المطلوب تفويت الفرصة على الأمريكي جماعتهم لمصيبة مصيبة أمريكا المطلوب تفويت الفرصة على الأمريكي من العبس في الأرض السورية والحالة السورية من جديد عن طريق النظام التركي المطلوب هذا الموضوع أستانا هي واحدة من مسارات الضمانات التي يمكن حل لماذا؟ لأن الأتراك أو لأن أردوغان يتعامل غب الطلب يتعامل مع الملفات بغب الطلب عنده انتخابات لو عملوا بشوارع تركيا علقوا يفطات ودعايات بموضوع النزوع خلاص هناك كلام صدر في القمة فيه كلام صدر في القمة هو في العمق عندما قال الإمام الخمينئي لأردوغان نحن نعتبر أمنة تركيا من أمن أوكي شو عم بيقله يعني؟ تذكر تذكر رئيس التركي عندما جربوا الانقلاب عليك كيف وقفت إيران إلى جانبك شو الرسالة؟ فاعتبر فاعتبر أمن سوريا من أمنك اعتبر أمن سوريا من أمنك يعني كمان هيدا كلام مبطن هيدا هيدا مثل ما بيقولوا لا أبدا مش مبطن هذا كلام في العمر ما بدي أقول السم دس الحمض بالحلاوي أنه عم يقولوا كمان نحن فينا نحرك لك نحرك إذا أمن سوريا تعتبر أمن سوريا من أمنك يعني ما تغلط بأمن سوريا لأنه فينا نلعب بأمنك خلينا نقول مش نلعب بأمنك خلينا نقول نتعام أو نضغاضة عمن يريد أن يلعب في أمن تركيا خلينا نقول هك لأنه معروف معروف أن الأمريكي كان شريك في تنفيذ الانقلاب على الأتراك بالوقت اللي حموا الروس والإيران يعني في جهات أخرى تلعب في أمن تركيا لحماي بذلك الوقت ما فينا نقول بس روسيا وإيران حمدته كمان عدم الرغبة الأمريكي بأن ينجح الانقلاب هزول العصلة الآخر الموسع الرأبي وقفوها طيب إذن كان ممكن أن ينجح لو لا أيضا خلينا نقول وقفوا هذه الجهتين إيران وروسيا كضمانتين إلى جانب الرئيس التركي أردوغان الآن أردوغان هل يستطيع أن يشن حرب أو يشن هجوم واسع النطاق على الأراضي السورية ومواجهة الجيش العربي السوري وهل ستترك إيران هو يعلم أنه ما بيقدر هل ستترك إيران سوريا لوحدها هل ستترك روسيا في عنده مطالب المطلب هو الموضوع الكردي ببساطة الموضوع الكردي خلينا نروح نشوف له حل بتبديد القلق وبدوا ياخد قرار بعدم السماع للوسوسة الأمريكية في الموضوع الكردي وبدوا يعرف تماما أنه من يلعب بالورقة الكردية أنه من يلعب بالورقة الكردية بالبداية هي الولايات المتحدة الأمريكية لك اقرأوا تجربة أمريكا مع الأكراد في العراق اقرأوا تجربة أمريكا مع الأكراد في أكثر من منطقة من سوريا ماذا قدمت لكم أمريكا هل عطتكم ضماني وعدتكم بإقامة حكم ذاتي وعدتكم بإقامة تجارة خاصة فيكم وعدتكم بالمال والسلاح ألم تترككم في المعارك ضد داعش في العراق تركتكم مفردة وحيدة حتى جاء قاسم سنة